للمجد السهر يوم السعادة عندما تجني الثمر قل للذي أضناه للمجد السهر يوم السعادة عندما تجني الثمر قل للذي أضناه ما أحوجنا إلى المواعظ في زمن كثرت فيه الفتن وتعددت وسائل الغفلة وانشغلت النفوس عن الطاعة الموعظة هي زاد القلوب ولباسها والتذكرة هي دواء النفوس وطمأنينة القلوب زاد القلوب برنامج نحاول من خلاله أن نجمع وأن نقتني مفاهيم الرقائق وقيم الحقائق سنكون معكم بحديثنا وأصواتنا فكونوا معنا بمسامع قلوبكم وجمال صبركم لنعيش معا في بستان الهدى ونتريض في حدائق التقوى وساعات الرضا أندى على الأكباد من قطر الندى وألذ في الأجفان من سنة الكرى زاد القلوب يقدمه الشيخ خليل التائب ويستضيف فيه فضيلة الشيخ سالم جابر يأتيكم كل سبت عند الساعة السابعة وخمس دقائق مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسمعة قل للذي أضناه للمجد السهر يوم السعادة عندما تجني الثمر قل للذي أضناه للمجدد في موضوع الرحمة وفي الحلقة الماضية تكلمنا عن كيف تدخل في أبواب الرحمة أما اليوم فنريد أن نطرق صورة الكهف فوجدت فيها أن سبع أبواب من أبواب الرحمة ذكرت فيها الرحمة ومرادفاتها وهذه الكلمة العظيمة في صورة الكهف نريد أن نتطرق عليها بابا بابا أو آية آية فنسى الله عز جلنا ولكم التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ينشر رحمته ويسبغ على الناس فضله والصلاة والسلام على من وصفه الله بقوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم فاللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة ورسول الشفاعة سورة الكهف تضمنت أكثر من خمس قصص وفي كل قصة تجد سفينة الراسية تريد أن تأخذك هي سفينة الرحمة سبحان الله فتخرجك من هذه الشواطئ من هذه الأمواج المطلاطمة إلى شواطئ الأمان الرحمة نجدها في الكهف ونجدها قبل دخول الكهف والرحمة نجدها في ذلك الحوار بين الصاحبين في قصة الجنتين والرحمة نجدها في التعلم والعلم ونوعية التعلم ونوعية العلم وكيف يوهب هذا العلم ونتائجه وغاياته ووسائله وحرص لإثنين نجد الرحمة عند الجميع والرحمة نجدها عند من وصلوا إلى سدة الحكم وأصبح لهم التمكين فهل سألوا أنفسهم أن هذا التمكين سببه رحمة الله وكيف فعلوا بعد التمكين وماذا فعلوا هل رجعوا الأمور كلها إلى رحمته فعند ذلك تستقر الرحمة في الزمان وفي المكان في الأعمال وفي القلوب في الجوارح والأبدان فتصبح الأرض كلها رحمة ما أهوجنا أن نقرأها كل جمعة لماذا دون غيرها لما تهتويه من أنوار وهدايات وإشراقات ورحمات لماذا لأننا في حاجة إلى الرحمة في كل لحظة نحن نقول الرحمن الرحيم سبعة عشر مرة ونحن بين يديه واقفين ولكن يوم الجمعة نحتاج إلى سفن نجاة الرحمة لنسير في هذه الحياة رغم بحارها وأمواجها العالية فنأمن على أنفسنا الأمة تحتاج إلى أن تقرأ هذه الصورة فتعيش مع محطاتها محطة محطة المظلوم يحتاج إلى أن يقرأ يأخذ كل سفينة غصبة واليتيم يحتاج إلى أن يقرأ أما الجدار والأب والأم إذا فقدوا ابنهم يحتاجون إلى أن يقرأ أما الغلام وطالب العلم يحتاج إلى أن يقرأ كيف تتعامل مع من يعلمك كيف تحرص على العلم كيف تكتسب الصمت كيف تحبه وتقبل وراءه حتى ولو كنت أعلى منه مقاما وأعظم مكانة حتى عند الله لأن العلم له مكان خاص فوجد عبدا من عبادنا لو فعلنا ذلك كل جمعة نجدد ثوب الرحمة الذي بلي ونجدد نسمات الرحمة التي تغيرت بهذه الرائحة الكريهة من القزوة ونجدد هذا الجو الصيفي الذي يبس فيه كل شيء إلى زهور وورود كلها رحمت إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا الله الشيخنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن موضوع أصحاب الكهف وكيف كانت الرحمة بهم تحوطهم وهم نيام وهم يفرون من قومهم فلو أننا توقفنا اليوم عنده وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا الحزنة هل نحتاجها؟ أحيانا إذا خفت على دينك لكن إذا اعتزلت ماذا تحتاج؟ هل تستطيع أن تعيش لوحدك؟ هل يستطيع هؤلاء القلة أن يعيشوا لوحدهم في هذا الكون؟ يصعب لأن الإنسان بطبعه اجتماعي لكن إذا كانت معه رحمة الله يستطيع بل ينتقل من ضيق إلى سعة ومن وحشة إلى أنش لذلك نجدهم ماذا حصل لهم في الداخل؟ من رحمته سبحانه وتعالى أن رزقهم الله بالنوم ولم يرزقهم بالإغماء أو بشيء آخر لأن النوم فيه من اللذات ما لا يوجد في الإغماء فرحمات النوم كثيرة على سبيل المثال من رحمات النوم أن الإنسان قد يرى رؤية تسره فيخرج من هذا الكحف إلى سعة المكان فيرى حدائق غناء وبشر كثير ومدن يرى هم أتى في المنام ومن أيضا رحمات النوم أن صاحبه لا يشعر بالهم والغم وهما أخطر شيء على النفس البشرية فالنائم ليس له هم حالة نومه ولا يشعر بالغم والنجاة من الهم والغم من أهم الأشياء فراد أن ينسيهم بطش قومهم وبحثهم عنهم ولو أمسكوهم لقتلوهم وهم يعلمون هذا إما أن يردوكم عن دينكم أو يقتلوكم كيف ينسى هذا فجاء بقضية النوم والنوم جند من جنود الله ونعمة من نعم الله جعل نومكم ليلة لباسا والنهار معاشا الليلة لباسا والنهار معاشا نعم والنوم صباتا فهو فيه سر لذلك في قضية بدر كان النوم حاضرا إذ يشيكم النعاس أمنة منهم كان النوم حاضرا وإذ يريكموهم إذ التقيتم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشنتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم كذلك حركتهم هم في الكهف يتقلبون وقيل عينهم مفتوحة وهذا تأمين ذاتي رحمة في قضية الأمان من أنفسهم هم يؤمنون أنفسهم ومنيا كيف أنت إذا رأيت نائما مفتوحة العينين لا تستطع أن تتكلم عنه بسوء تقول لعله مستيقظ لكنه يتظاهر بالنوم لكن لو كانت عينه مقفولتين تتكلم فما بالك إذا كان هذا يتحرك حركة المستيقظ فهو يتقلب حتى أن من رأاهم لم يقل أنهم رقود وتحسبهم أيقاظ من أين جاءت فتحسبهم أيقاظ من عركة العينين فتحوهما من أين جاءت ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال هذه الرحمة فيها عدم التقرح للجسم لأن المدة طويلة وفيها جريان الدم في المكان الذي يحصل عليه الضغط وفيه حركة للراء المعتد الذي يريد أن يتلصص عليهم وينقل الأخبار إلى الملك لأنهم ليسوا نيام قد يقفزون ويأتون به فإذن هي رحمات كثيرة لا نستطيع أن نحصيها لذلك عبر بكلمة ينشر والنشر عادة تعبير بالواسع وليس بالقليل الضيق فلابد أن نفوسهم كانت مطمئنة مئنانا كأنهم في أحسن خصور في الأرض بل والله جالسنا بعض المساجين من سجنوا ظلما وعذبوا من أجل الإسلام وليس من أجل منصب أو شيء آخر سياسي قالوا والله ما زالت تلك الركعات التي نركعها وأرجلنا في السماء ورؤوسنا منكسة إلى الأرض تعذيبا فنتجه في وقت الصلاة إلى الله بالدعاء والقراءة ما زلنا نتنذذ بتلك العبادة سبحان الله فهؤلاء في أعلى نعمة عاشوها لماذا؟ ألم يقل فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته نعم نأتي إلى قول الله عز وجل في موضوع الكسب والعمل يعني بعض الناس يعملون عملا سيئا عملا غير صالح فالله عز وجل هنا يبين لنا موضوع رحمته لهؤلاء الذين اكتسبوا إثما وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا هل هذا المعتدي الظالم الذي أخذ وقتل وضرب وشتم يعيش في رحمة الله هذه القضية يعني كأنها سيقت لقوم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكأن السائل سأل ما الذي يؤخر عذاب الله على هؤلاء أنت عندما ترى الظالم وترى فعله في العباد وترى بطشه وتجبره وظلمه وطويانه تستعجل بالعذاب فتقول ليت العذاب ينزل الآن لكن انظر إلى المقدمة وربك الغفور الغفور الظو الرحمة إياك أن تنسى هذين الاسمين الله الله أكبر الغفور جي من العفو يعني يعفو عما مضى والرحمة إحسان فيما بقى سبحان الله لو يؤاخذهم بما كسبوا حتى تقدم نفسها ذو الرحمة صاحبها عندما نقول صاحبها لا يمكن للشيء أن يكون له صاحبا صاحب واحد يعني ميكية أمة لو الله يؤاخذ بما كسبوا منهم أي كافر كسبه شرك وقف والمؤمن أحيانا كسبه معصية هي التي تستلزم العقوبة فهل يدخل المؤمن فيها نعم تجده مؤمن يرتكب الكبائر يقتل ويسرق ويزنى ويتعامل بالرباء ويختلص أموال الدولة وأموال الناس ويكيد ويمكر بأهل الإيمان ويستهزئ بأهل الدين أموال كثيرة ويغتص بالأموال والبيوت هل تطلق عليه صفة إيمان؟ ما زال مؤمنا سبحان الله لكن العذاب السؤال هل ينجو من العذاب أم لا القضية هنا لم تعالج أنه لا عذاب وإنما عالجت أن الله لا ينفعل لأحد نحن البشر ننفعل قد أنفعلنا الآن على شخص لكن بعد ساعتين وغير رأي بعد أن أهدأ يتغير الرأي لو نفت ما أردته قبل ساعتين لندمت عليه بعد ذلك الله لا ينفعل لا ينفعل لموتي أحد أو لهلاكي أحد أو لأي شيء لذلك ما قرره وقدره وأراده هو الذي سيحصل لا يتأخر ولا يتقدم لكن لو بيجازيهم بأعمالهم لعجل العقوبة للعاصي وعجل العقوبة لمن لكذا ما الذي منع التعجيل ذو الرحمة تدخلت الرحمة هنا تدخلت الرحمة ماداما هو ذو الرحمة حصل التعجيل هل حصل النفي لا بل لهم موعد موعد لماذا للعذب فهي رحمة جزئية وليس الكلية لن يجدوا من دونه موئلة لا يجدون ملجأا بعد ذلك سواء هذا العذاب الذي أجل أحيانا يؤجل في زمن في الدنيا ثم يحدث في الدنيا حصل التعجيل للزمن فقط يعني بدل ما ينزل العذاب الآن قد يتأخر عشر سنوات لكن يصاب بعذاب في الدنيا أو يؤجل العذاب إلى متى إلى الآخرة لكن عندما يأتي موعده سواء كان العذاب هذا في الدنيا أو في الآخرة لا لا يؤخر ولن يجد ملجأا يلجأ إليه ولا من جاء ينجيه منه بما كسبوا الكسب هو الذي نفعله هو الذي نعمله لعجل لهم العذاب لماذا ما فائد التأخير لماذا لم يعجل العذاب لماذا يؤخر كفار قريش ألا يستحقون العذاب لكن هذا التعجيل قد يكون الشخص يريد الله أن يخرج من صلبه من يقول لا إله إلا الله الله محمد فبقاؤه لأداء هذه المهمة كأنه وسيلة لإنجاب هذا الشخص فقط بعد ذلك ينتهي سبحانه فيأتيه العذاب وتكون رحمته لمن لغيره وإن استفاد من رحمته في طول عمره في الدنيا هو استفاد منها لأن هذا يعتبره هو رحمه وإن كان فيها عذاب سبحان الله أو لأن هذا الكافر أرجل عليه العذاب لماذا لأن الكافر يريد أمرين يريد إقناعاً بالحجة والرسالة والوحي حتى يؤمن وما كنا معذبين حتى نبعث رسول لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ثم يريد زمناً متسعاً لمن لأن يفهم ويرجع ويتوب لذلك عندنا حتى في قضية الردة يستتاب ثلاثة أيام تارك الصلاة يستتاب ثلاثة أيام كثير من الأحكام عندنا يستتاب يستتاب ما هي استتاب؟ أعطيناه زمناً فالله في عدم نزول العذاب عليه رغم أنه يستحقه أعطاه زمناً لعله يرجع قد يتوب قد يتوب خالد بن الوليد ماذا كان قبل أحد وفي غيرها؟ كان مجرم فالتاكن يقتل لو أصيب بعذاب بعد أحد مباشرة وما فعله بالمسلمين بأحد أرجل لماذا؟ لأن الله أعده أن يكون فاتحاً للمسلمين فاتحاً لبلاد الإسلام فكان بقاؤه تأجيل العذاب رحمة له هو رحمة لمن؟ للناس وفائدة يا الله فلذلك هذا جزء الجزء الثاني أحياناً يكون تأجيل العذاب رحمة لغيره كيف؟ عدوك كلما ازداد زمناً في البقاء كلما ازداد عذاباً ماذا مكافرة؟ صحيح؟ فما دام الله قد أجل له العذاب رحمة للمؤمن حتى نزيد من عذاب عدوك الذي هو الكافر فأنت ترحم تفرح بكثرة بقائه في العذاب كأن قيل لك أن عدوك قد حكم عليه بالحبس شهر أو حكم عليه بالحبس عشرين عاماً عاماً أيهما أكثر في العقوبة؟ عشرين عشرين يفرح بها من المظلوم أكثر ويراها رحمة الله سبحان الله فكأن الذنوب مع الزمن تزيد والعقوبات كلها مبنية على الذنوب حتى بالنسبة للعاصي مبنية على الذنوب لذلك هذا التعجيل له سر طبعاً هناك آيات أخرى قريبة منها ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة فلذلك كأن الرحمة تدخل أي شيء تغيره فسبحان الله كأن العذاب موقوف عند الباب ينتظر الدخول لمن؟ لعصاة المؤمنين في ظلمهم وطغيانهم في كذبهم وافترائهم في تملكهم لزمام البلاد وظلمهم للرعية في هذا الإعلامي الكذاب المنافق في هذا المعادي لشريعة الله لا يحبها ولا يحب أهلها لماذا لا يدخل العذاب الآن ويهلكهم جميعاً والله يعرفهم ويعرف أسماءهم وأفعالهم قد لا نعرفها نحن فتأتي الرحمة فتقفل الباب ولا تسمح بالدخول ذو رحمة عندما يأتي الموعد ينفتح الباب ويأتي العذاب فلذلك لا بد أن نستفيد من هذه الآيات فلنهرب من عجلة العذاب وتأخيره إذا كان الله قد نجأنا من تعجيل العذاب فلننجو من تأخير العذاب بأن نستقيم فهو درس وأن نرجع وأن نرجع إلى الرحمة وربك الغفور كأنه يناديهم رغم معصيتهم وذنوبهم ورغم استحقاقهم لعذاب يغفر لكم ذو الرحمة دعوة إلى التوبة ودعوة إلى الهروب ودعوة إلى الخروج قبل أن يأتي العذاب من الباب فيدخل ويهلك العباد شميعاً كل من ظلم نعم شيخنا في هذه اللحظة يعني رسالة لمن ظلم أخذ ماله أخذ رزقه سب أو شتم أو غتيب أو أكل حقه يعني ماذا نقول لهم في قضية تعجيل العذاب لهؤلاء الظلمة هذا المظلوم الذي الآن يعني قلبه يشتعل حسرة ونارا وقهراً وكل شيء أمامه لا يستطيع أن يحرك شيء الله يخاطبك ويقول لك وربك ابدأ من كلمة وربك الغفور ذو الرحمة ونهاية الغفور ذو الرحمة موعد لن يجدوا من دونه موئلة متحقق لا شك في ذلك ما سبب التأخير زيادة في ميثمهم ونمدهم في طغيانهم يعمهون ما سبب التأخير ليطول زمن صبرك وإطالة زمن صبرك رحمة لك لأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فأنت جلب الصبر جلب لك الأجر والأجر رحمة كل يوم تصبر فيه يزداد الحسنات عندك نعم ثم نقول لك لك قدوة من المخاطب في الآية في الأصل وربك قرآن على من أنزل على محمس صلى الله عليه وسلم أخذ بيته نعم أخذت أرضه نعم منع من دخول مكة نعم مكة تستقبل كل الخلق إلا محمد صلى الله عليه وسلم مصموح لهم بالحج لا يمنعونهم حتى من قتل أبو أبو جهل يدخل لو قتل أبو جهل يدخل والله أمية أو حرب ابن أمية أبو سفيان أبو يدخل يطفح الكعبة لكن محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو قدوتك الله يقول له لولا الرحمة أعجلت لهم العذب لكن لا ينجو من العذب بل لهم موعد فكن مثله ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل بالدعوة اشتغل بالدعوة ادعو الناس إلى الخير اشتغل وقتك بالطاعة احتسب ما أخذ منك عند الله لعل هذا البيت يريد الله أن يجعل لك به قصرا في الجنة لا يشبهه أي قصر لعل هذه المزرعة التي تركتها ستكون لك بستانا عظيما يوم القيامة وترى عدوك وهو يعذب في النار يطلب منك شربة ماء يا صاحب القصر لذلك الصبر والرحمة قرينان الله لأنك إذا صبرت دخلت في المعية وإذا دخلت في المعية حلت عليك رحمة رحمة الله لا إله إلا الله شيخنا نتوقف قليلا أحباب الكرام نخرج فاصل ثم نعود لنتواصل مع فضيلة الشيخ بسم الله الله الرحمن الرحيم أحباب الكرام ها قد عدنا إليكم والعود أحمد مع فضيلة الشيخ سالم جابر حيك الله أهلا وسلم الشيخ عليكم الشيخنا اليوم موعدنا مع سورة الكهف والآن بالذات موعدنا مع لقاء عظيم من أعظم اللقاءات في التاريخ لقاء موسى عليه السلام والخضر ماذا تقول في هذا اللقاء قولا هذا جمع بين الولاية والنبوة وكأن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون لا نقدرها نحن ولا نعلمها فقد يتعلم الفاضل من المفضل سبحان الله لحكمة يعلمها فلو رجعنا إلى سيدنا موسى هو كلم الله ونبي ورسول فالله سبحانه وتعالى يريد أن يؤلمه شيئا من الغيبيات لأن رسالته كانت صعبة حتى كاد القرآن كله أن يتحدث على من؟ على موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا السلام فلم يتعرض لموسى بكثير من التعريف بقدر ما تعرض للرجل الصالح ولم يذكر لنا اسمه وإخفاء الأسماء في القرآن لا أسرار سبحان الله معناها أن القضية قد تتكرر بين عالم وتقي سبحان الله بين عالم تعلم من علوم الدنيا كلها وبين عالم علمه الله كيف يكون هذا اللقاء؟ قيل في أكثر كتب التفسير والآثار أن موسى سأله بنو إسرائيل قطب خطبه وألقى فيهم كلاما بليغا مجميلا هل تعلم من هو أعلم منك؟ قال لا هو لا يعلم فأراد الله أن يعلمه ما هي بحار العلم وما حدوده وما مقدارها وما مسافاتها وكم يعلم المخلوق بالنسبة لعلم الخالق فدله على الطريق وجعل له في هذه الطريق إرهاصات غريبة في قضية المكان ومكتل الحوت الذي تركه وخرج الحوت وذهب إلى البحر إلى أن يقول فوجد عبدا من عبادنا هنا بدأ التعريف كأن العلم الحقيقي هو أن تحقق العبودية الكاملة لله إذا لم تتحقق لا علم عندك لذلك قال عبدا من عبادنا بمعنى أن الأمر ليس عنده هو فقط لا هناك غيره لا نعلمه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة رحمة من عندنا الله يؤتي ولقد آتينا لقمانا عن حكمة مش من عنده الله أكبر وهنا قال آتيناه رحمة رحمة من من هذه الرحمة من عندنا هنا تحققت عنده العندية والعندية مهمة لذلك امرأة فرعون لما دعت خصصت كلمة العندية ابني لي عندك بيتا في الجنة قيل اختارت الجار قبل الدار سبحان الله وهذا فن فالطلب آه إذن هذه الرحمة جاءته من عند الله لا تستطيع أن تقدرها هل هي رحمة في طلاقة الوجه ممكن رحمة في طلاقة النساء ممكن رحمة فيما أعطي من معلومات ممكن رحمة في أن يلتقي بنبي الله وكليم الله ممكن رحمة رحمة في أن نصلح بعض الأشياء التي تريد أن تفسد في هذا الكون وتنتقل من الصلاح إلى الفساد ممكن هل هي رحمة بالمساكين موجودة هل هي رحمة بالأيتام موجودة في ثنايا القصة هل هي رحمة بهذا الذي جلس بين يديه يتعلم موجودة بدليل أنه مشترط شروط وأخل بها ولم يقف الباب إلا بعد ثلاث وهذا نوع من الرحمة إذن آتيناه رحمة من عندنا ما الذي جلب الرحمة العبودية التامة إذا كنت عبدا من عباده حقا لا بد أن يرحمك الله أكبر وعلمناه آتينا وعلمنا ابحث في القرآن وفي السنة وفي الأدعية كيف تتحصل على ذين الأمرين لو اجتمع عندك علمنا وعاتاك الرحمة تعال موضوع صرت من الناجين لا شك بل من الفائزين والمفلحين وعلمناه من لدن علم وهنا اللدنية خصوصية هذا العلم من لدني مباشرة ليست له أسباب كل ما زدت طاعة وعلم وعلمك ما لم تكن تعلم إذن كل التعليم من الله أكن اللدنية هذه خاصة وعلمناه من لدن علما وهذا تنويه بهذا العلم من ذلك أنه ذكر المصدر علما هذه الرحمة أين نجدها؟ نجدها في أول حادثة مع سيدنا مسلم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ الآن نريد أن نرى علم الخضر ونريد أن نرى رحمة الخضر وأشفق عليه وهذه رحمة إنك لن تستطيع معي سطر سبحان الله نحن نظنه أنها كالمجاف فلا هي على العكس هي من باب الشفقة أو رحمة كأنك تريد أن تسافر سفرا فقال ولدك أريد أن أتبعك يا أبي فتقول لن تستطيع هل هي وسيلة منع أو وسيلة رحمة؟ كلمة رحمة وعذره في أنه لا يستطيع لم يجعل كلمة لا تستطيع هانة له أو وصفا له بالضعف؟ وكيف تصبر؟ أنت معذور من حقك لا تصبر وكيف تصبر على ما لم تحت به أو برا يصعب الأمر طبعا أدب المتعلم نحن نريد من المشايخ أن نذهب إلى بيوتنا ويعلمونا ونريد منهم أن نجلسوا في المساجد ويعلموا لا صحيح العلم هو الذي يطلب نحن نذهب إلى المشايخ يا شيخ لو سمحت نريد محاضرة في العنوان كذا نريد في المكان الفلاني هل أتبعك؟ هو موسى هو الذي يطلب ولم يطلب الخضر تعالى تعلم موسى هو الذي يقول هل؟ وبسلوب ماذا؟ الاستفهام والتعبب هل أتبعك؟ على أن تعلمني مما علمت رشدي كيف تصبر على ما لم تهمه؟ انظر إلى الأدب ما جاد له ولا نقشه ولا قال له كيف تقول كيف أصبر أنا أصبر قال ستجدني إن شاء الله صابر بمشيئة الله أكون صابرا ليس بمشيئتي ولا أعصي لك أمرا وهنا الطاعة لمن تريد أن تتعلم من لا يمكن أن يتعلم المجادل ولا يمكن أن يتعلم المجرح ولا يمكن أن يتعلم المتنطع ولا الناقض مباشرة قال فإن اتبعتني هذا نوع من الرحمة تحديد الموضوع فلا تسألني أي شيء حتى أحدث لك منه ذكرى يؤلمه الصبر لأن أساس العلمي الصبر شو ترط عليه شرط صعب آه طبعا الصبر قال لا تسأل الآن مرحلة تقزين ثم بعد ذلك مرحلة الفرس ثم بعد ذلك مرحلة التصفية والتنقية والغربرة ثم بعد ذلك مرحلة البذر بعد صفيت تقدر تعد الغيرك لكن مدعض الغيرك هو هكي مختلط لا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحد تلك منه فانطلق حتى إذا ركب في السفينة قلقها قد يقول قائل هم في السفينة في عرض البحر ورجل يأخذ فأسوأ يحطم الخشب أو هناك خشبة متأمن متحركة أخذها نزعها من مكانها أي رحمة عند هذا الرجل والله يقول آتيناهم الذين نرحمهم وأي علم أن تتنظر إلى هذه السفينة وهي في الماء وقد تغرق وهذه نظرة موسى عليه السلام وهذه نظرتنا كل ما نراه الآن في القدر أحيانا نتألم منه هذا ما تولده وهذا فقد ماله وهذا فقد بيته وهذا وهذا لكن لو فسر لنا القدر والغاية والنتيجة لتغيرت نظرتنا إلى هذا الظاهر لو علمنا الباطن وراءه قد تكون لك مقام عالي لن تصل إليه إلا بهذا فما الذي حصل ما النظر إلى سفينة تكسر عاب على الخضر لكن ما النظر؟ أولا هما مساكين وما دام مساكين لابد أن تتدخل الرحمة فهما يطلبان الرحمة هذه الرحمة من جاء بها الخضر السفينة ستأخذ لأنها تصادر وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبة غصبة ظلم وعدوان بعكس الرحمة الرحمة ماذا فعلت؟ هي التي نزعتها قطعة الخشب الصغيرة الله أكبر بان الله ثم بعد ذلك مرت السفينة على الملك فنظر فوجد هذا النزل فتركها تشتغل تشتغل انظر إلى قضيتين إما سفينة أو لا سفينة سفينة معطوبة أو لا سفينة أصلاً ستشتغل أن سفينة معطوبة قد تصلح خير من لا سفينة يا الله فكذلك ما أخذ منكم قدره بهذا قدره مثل هذا أما السفينة فكانت لمساكين هنا جاءت الرحمة يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً إذن فعله هذا بعد أن تعلم النتيجة يرطب لك خشونة البلاء في أن تتقبله فيجعله رطباً لأنك علمت النتائج تخيل هذه السفينة أخذها من أين يأقتات المساكي لكن الآن تؤدي دور هاي ثم انتقل بعد ذلك إلى قصة من؟ وأما الغلام الغلام والذي لعب مع الصبيع جاء الخضر فقتله غضب موسى وتحول من طالب إلى غاضب سبحان الله أقتلت نفساً بغير نفس لقد جئت شيئاً نكرة الموضوع كبير موضوع رهيب نفس بغير نفس قد يكون هذا ولدك أو ولدي لا بد أن في موته شيء لا نعلم أحياناً رفعة لمكانك أو مكاني أحياناً يريد أن يجمع الله بينكم في الجنة ولا يتم ذلك إلا بموته وهو يتحمل ألم الموت وأنت تتحمل الصبر عليه ابن لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيتاً الحامد سبحان الله وألحقنا بهم الضريات لكن لن تصل بهذا الطريق لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقد إبراهيم وفقد أولاده كله ستة جنائز خرجت من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت ليس لكونهم سيرهقاه أبداً المثال لا ينطبق لكن لكون هذه المصيبة التي تراها أنت مصيبة وتتألم لها فيها عند الله خير كثير وهنا طرط فبهذا كان الجواب أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً لو كبر هذا الولد سيجعل والديه من الطغاة ومن الكفار فجمع لهما أمراً الطغيان والكفر سبحان الله ولو خير الوالدان ما دام مؤمنين ما رأيكما بالكفر والخلود في النار أو أن يقتل يموت هذا الولد ويعتي الله إليكم بولد خيراً منه نختاره ما اختاره الخضر لأن الإنسان يترك ولده ويموته من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل الدين في الجهات صحيح؟ فالدين عنده هو الأول وقدم الطغيان على الكفر لأن الكافر طاغي متعدل حدود تجابز حده حتى أنه لا يؤمن بربه الذي خلقه وصل به الكبر والطغيان هو الذي دفعه إلى ماذا؟ إلى الكفر فقدم لأنه أصلاً موجود في النفس لذلك ما يختاره الله لنا أفضل مما تختاره أمك لك لأنه أرحم فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحمه انظر إلى كلمة الطغيان وكلمة الكفر بدلت بماذا؟ خيراً منه زكاة نفس زكية وأقرب رحمه أقرب رحم يعني رحيم بأبوه محب لهما طائع لهما يزيد إيمانهما لأن الولد قد يزيد إيمان له عندما ينصحه ويثبته على دينه ولا يدفعه أن يكون مجبنة مبخلة بل يحياناً يكون الولد يدفع الأب لماذا؟ بأن يتصدق لأن هذا الأب المختار واستبدال فعرضنا أن يبدلهما هذه قضية البدل نحن لا نفكر فيها كثيراً أخذ منك منزل لكن لا تدري ما هو البدل أخذت منك مزرعة وتصبت في الدنيا لا تدري ما هو البدل أخذت منك سيارة لا تدري ما هو البدل أخذت منك راتبك أوقف ظلماً وعدواناً لا تدري ما هو البدل ما أخذ منك ما دمت على الحق وفي سبيل الله ودين الله لا بد أن يبدله الله خيراً الله أكبر فأردنا أن يبدلهما ربهما التبديل بيد من؟ بيد الله قد تراه في الدنيا هذا التبديل وقد يدخر لك في الآخرة وستان بين قصور الدنيا بل بين بيوت الدنيا وقصور الآخرة وشتان بين بساتين الدنيا وبساتين الآخرة فهذه قضية ثانية نراحض هنا الرحمة بالأبوين المؤمنين الأولى للمساكين والثانية للمؤمنين حتى في الاستبدال حتى في الاستبدال يحصل الألم لفقت هذا لكن بعد ذلك الألم يعوض بخير منه شيخنا في دقيقتين موضوع الاستبدال ورحمة الله عز وجل بعباده في هذه الأمور أولا فلنتق الله لأن الله قد يستبدلنا بغيرنا فإن لم نقم برسالة الإسلام على أكمل وجه في قضية الأمر بالمعروف يعني المنكر وحب الدين وحمله في قلوبنا ثم حمل راياته قد نستبدل كما استبدل بني إسرائيل كان الرسل منه وكتب تنزيل عليهم وفضبضناهم على العالمين فلما تركوا الأمر بالمعروف إننا ننكر وتجاوزوا حدودهم وأعجبوا بهذا العطاء فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه حصل استبدال فانتقلت الرسالة إلى العرب وانتقلت النبوة إلى العرب وانتقلت ريادة الأمة ريادة الكون الدينية إلى ماذا؟ إلى غيرهم فيا معسر المسلمين إما أن تقيموا هذا الدين وإما أن الله قادر على الاستبدال بغيركم لا يغير الدين ولا الرسالة وإنما يغيركم أنتم إما استبدالاً كلياً بموت جيل وإخراج جيل آخر يقيم الدين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذله على المؤمنين أعزة على الكافرين أو استبدال آخر تبقوا أحياء لكن يسحب من تحتكم البساط ما هو؟ بساط العزة والريادة والقيادة وتصبحون هملاً تنصلتم من دينكم فلم تقيموه أذلاء بين الناس ويأتي أقوام قد يكونوا ليسوا من العرب حتى من دول أوروبا أو من أي مكان في العالم يأتي بهم الله يحبهم ويحبونه بالدين فيقيمون هذا الدين وينشرون الإسلام ويحبونه في قلوبهم الإسلام ليس محتاجاً إليكم أنتم محتاجون إليه لأن قضية الاستبدال حدثت وموجودة وجاهزة للهدوث فانتبهوا ارجعوا بسرعة قبل أن يحدث الاستبدال حالة الاستبدال كمن يشتغل في مصنع ثم يأتي في الصباح ليشتغل فيقولون له نظراً لغيابك ونظراً لعدم ثقة أداء مهمتك قد وضعنا فلاناً في مكانك لا حاجة لنا إليك هل يمكن أن يشتغل من جديد؟ أبداً لكن لو قالوا لغيابك تم إيقافك لكن سألت أحد العمال مكاني قالوا مكانك ما زال موجوداً يكون عندك أمل في أن تعود تعود أم بل استبدال فموضوعه خطير وصل الله لها فيه فلذلك نحتاج إلى رجعة قوية حتى لا يحصل استبدال كما حصل لذلك الصبي نعم مبارك الله فيك شيخنا وإزاك الله كل خير أحبابي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ سالم جابر نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قال وينفعنا بما ذكر لنا من آيات ومواعد أحبابي الكرام أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من زاد القلوب فالسلام عليكم ورحمة الله قل للذي أضناه للمجد السهر يوم السعادة عندما تجني الثمر قل للذي أضناه ترجمة نانسي قنقر